أهلا بكم نهارده يوم مهم جداً واللقاء مع واحد من نجوم عالم طب الأسنان لكن خلينا حلقوا قصة أنا متأكد أن ضيف العزيز نفسه يمكن ما سمعش عنها قد كده قصة مسيرة جداً عشان توريكوا قد إيه طقم الأسنان ده شيء يعني مزعج وإنه أكيد أكيد الزراعة هي القمة الآن في عالم طب الأسنان سنة 1960 كان يا مكان زمان في نادي اسمه إبلتوفت قابل نادي تاني اسمه نورجير أنا معرفش الاتنين دول عنهم أي حاج غلط غير أنهم موجودين في الدنمارك المباراة دي ذاكرت الكورة العالمية احتفظت بها لسبب بسيط جداً إبلتوفت دا نادي محلي كان متأخر قبل ثواني من نهاية المباراة والنتيجة أربعة ثلاثة خلاص الوقت الأصلي خلص الوقت الضايع كمان خلص وكانت المقاملة في طريقها للنهاية الحكم اسمه هنينج إيركستراب الحكم دا كان مستعد أنه هو خلاص هيصفر هو دا الحكم اللي كان هيصفر بنهاية المباراة الحكم رفع الصفارة وهو خلاص الوقت بص في ساعته وتمام التمام وبدأ يفكر أنه يصفر في اللحظة دي في اللحظة أنه هيفكر يصفر تقم سنانه وقع هو بيجري تقم سنانه تحرك من مكانه ووقع لما وقع هو معرفش يجيبه وفي نفس الوقت جاي يصفر فمش عارف الصفارة ما يشتغلتش لأنه طقم السنان يبدو أنه لما وقع رابكه قوي ومقدرش يصفر بشكل كويس كان فيه ساعتها هجمة الوقت ما فوته ينتهي خلاص فات كذا ثانية بدأ نص دقيقة تكمل وفيه هجمة جات للفريق الخسران ومن سوق حظ الحكم ومن حصن حظ الفريق أن الهجمة اكتملت وتسجل هدف التعادل في وقت كان كل الحكم حركته بيشاور للعيبة أن الوقت خلاص انتهي لكن مفيش ولا واحد سمعه واحتفل العيبة والملعب كله لأنه جمهور الملعب هو صاحب هو اللي كان فرحان قوي بالتعادل والهدف خلاص احتفلوا وتبتع لكن سرعان ما توقفت الاحتفالات لما الحكم صمم على أنه الوقت كان انتهى قبل الهدف ده ما ييجي ولغى الهدف وطبعا الناس اعترضوا بشهد ده لعيبة الفريق اعترضوا بشهد ده والفريق الخاسر قدم الاتماس فعلا للتحاد الدنماركي لكرة القدم لكنه لم يقبل وتم التصديق على النتيجة أن الهدف ملغي وأنه الوقت انتهى والمشكلة كانت في طاق السنان اللي هو قع قصة تبين لنا طبعا قد الإحراج قد ايه اللي أصيب بيه الحكم ده والوقت ده 1967 كان طبعا ما كانش فيه بداء الوزراء كانت لسه اعتقد كانت في مهدها وكان معصم الناس بتلجأ إلى طاقاتكم أسنان بس طبعا برضي ورينا قد ايه إهمال الناس في السن ده لأنه أكيد الحكم ده مثلا كان عنده خمسين سنة أكيد ما كانش أكثر من كده كان عنده اتنين وخمسين سنة بس كان في الخمسين سنة ناس فقد سنانها كاملة وبتركب سنان رغم أنهم مرياضيين ده معناه أن في الوقت ده كان إهمال الناس في سنانهم إلا ما زال للأسف ومستمر كان كبير جدا نهاردة لقاء ممتع جدا أكيد زي ما قلتلكوا واحد من نجوم عالم طب الأسنان اللي بيبدع في حواره دائما إكسترا أوردنري خارج النطاق ودايبا بنسمع منه الجديد نهاردة حوار مع ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة لأساس دكتور كاريم مكادي أنا لازم أروح لدكتوره للأسنان عشان أعرف إيه مشاكله الزراعة لوقت تمت بسلامة يعني خلاص أنا كده ولا فيه مخاطر منتظراني المريض بياكل وهو مش حاسس إنه هو خايف يأكل حاجة نشفة عشان خاطر الزراعية لا طب التحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العظم دايما بنقول إن من حق أي حد إنه هو يأكل لحد آخر ينفع عمره بأسنان والسكتة ويستطعم الأكل اللي هو بيأكله لازم تبقى عارف إن المكان ده هيعمل لك الحاجة اللي شكلها طبيعي حلو الدكتور كاريم مكادي استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين عضو كلية الجراحين الملكية بنجلترا عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان اسمحوني الرحب بضيف العزيز الأسوس دكتور كاريم مكادي استشاري زراعة الأسنان وتجميل الفم والأسنان وزميل كلية الجراحين الملكية عضو لكم جزء الأمريكي لزراعة الأسنان ضيف العزيز أهل بيك دكتور كاريم أهل بيك دكتور أيمن زي حضرتك الله يخليه سمعت على القصة دي أنا أمراس ما عندها بس هي it's very interesting طبعا هو في الوقت ده ما كانش فيه الزراعات وما كانش فيه التطور ده فده بيبين لك قد إيه البنيان بيعاني من غير الأسنان الطبعية أو من غير الأسنان السبتة وياما مواقف تاني حصل طبعا في الحياة يعني وفيه بقى اللي كان بيتجوز واسنين وقعت وفيه اللي كان مشاركة فيه فيديو يعني نفسي بيجيبه لنا في مرة تانية أوريك في لحظة الجواز دي كارسة كارسة بالزبط ومشكلة بقى أن مشاكل الأطعم المتحركة مش بس أن هي بتقع ومواقف محرجة زي كده لأ المريض نفسه بيبدأ ما بيحسش ما بيستطعمش الأكل ما إحنا عندنا سقف الحلق ده واللسان وحوالين اللسان كل دي أماكن حساسات بتستطعم الطعام بتاعنا تمام لما بنغطيها بالأطعم المتحركة بيفقد الاستمتاع بالطعام الطعام ده نعمة ويعني حاجة غريزة قوية جدا بالنسبة للبني آدم فهو ما بيعش زينا وبيأكل زينا وبيستطعم زينا يعني هو بيدوق أقل ما إحنا بندوق فطبعا حاجة مأساوية مأساوية جدا طبعا خلينا نروح لسؤال الناس كتير بتسأله لما يكون واحد ما عندوش عظم في الفاكة كويس كبر العظم تآكل هل الزراع في الحالة تيطبق مستحيلة؟ زمان كان طبعا الدنيا ما تطورتش زي تلوقتي لكن دلوقتي الجرافتينج بون جرافتينج إن إحنا بنستعيد بعظم سواء صناعي أو عظم حيواني ده بنده نرجع بالعظم مرة تانية كان عندنا مشكلة إن الجيوب الأنفية طبعا لما إحنا بنخلع الأسنان ونقعد فترة من غير ما نعوضها اللي بيحافظ على حجم العظم هو الأسنان اللي جواه فالعظم بيبدأ يكش زي ما إحنا شايفين العظم هنا كاشش أهو عشان خاطر هو المريض ده خلع وقعد فترة بدون أسنان فما بقاش فيه عظم في المنطقة دي فإحنا بنضطر إن إحنا نزرع له عظم عشان خاطر نحط له الزراعية بتاعته ساعات بنزرع مع الزراعية أو ساعات بنزرع عظمه ونستنى عليه وبعد ذلك نحط الزراعية هنا عندنا مشكلة الجيوب الأنفية الجيوب الأنفية العظم بتاعها بيتآكل اللي تحتيها كله تقريبا مع فجدان الأسنان اللي تحتيه هنا إحنا رفعنا الجيوب الأنفية حاجة اسمها إن إحنا بنرفع الجيوب الأنفية من غير ما نفتح ما نعمفتح جراحيا يعني بمشرة والكلام ده عن طريق نقطة صغيرة بنرفع الجيوب الأنفية ونحط العظم فيش أي جراحة كبيرة خالص تمام وقدرنا نحط الزراعية بعد كده هنا في الصورة دي دي الصورة اللي هي كان فيها العظم متآكل في الأول حطينا هنا العظم وبعد كده زراعنا فيه زراعية زي ما احنا شايفينه والزراعية نكحب ما شاء الله فقدرنا نعوض السنة المفقودة فإحنا النهاردة بنقدر نتحايل على العظم المتآكل سواء بزراعة العظم أو رافع الجيوب الأنفية أو لو في الفك السفلي بننقل عصب الفك فيه ساحات تروح عند الدكتور يقولك ما ينفعش نزرع لك عشان عصب الفك زي هنا ده هنا إحنا هنا بننقل عصب الفك اللي إحنا مسكينه ده عصب الفك ودي دي عملية دقيقة عملية دقيقة جدا مش أي حد بيعملها دي أول مرة على فكرة أن نطلعها على الهواء دي ما حدش بيعملها كتير دي العظم بيبقى تآكل لحد ما وصل لعصب الفك هنا احنا بنفتح عليه بننقله لمستوى أوطى وبنزرع مكانه وبتبقى زرعات نكحة ما شاء الله بدون أي مساس لعصب الفك ودي من أضاق العمليات فكل دي حلول يعني رافع الجيوب الأنفية ونقل العصب وزراعة العظم دي حلول عشان نعوض مشكلة فقدان العظم فإحنا النهارده نقدر نقول إن إحنا ما عندناش مشكلة مع فقدان العظم في زراعة الأسنان لأن كل واحد إحنا كل الهدف بتاعنا إيه إن كل واحد من حقه يعيش بأسنانه السبتة بقيت حياته فإحنا كل العلم شغال كل الدراسات شغالة وكل التكنيكس شغالة في السكة دي نقلوا العصب رافعوا الجيوب الأنفية زرعوا العظم بقيت الدنيا زي الفل التكنولوجيا خدمتكو عشان شكل أداء الرقمي طبعا يعني التشخيص السليم هو اللي بيقدي إلى العلاج السليم إحنا من غير التكنولوجيا ما كانش فيه أشعة مقطعية مثلا دي الأشعة دي لأ دي الأمني كام هنا إحنا بنصور عشان خاطر ناخد مقاسات مظبوطة للزراعات وبعد كده بتخش على الكمبيوتر اللي هو وراء ده ويبدأ يتعامل تصميم للأسنان مظبوط لاي على الأسنان اللي موجودة حواليه وفي نفس الوقت بنفس الألوان في صورة اللي بعدها الجهاز ده من الأجهزة المستورة جدا الجهاز ده بيعمل إيه ده بياخد لون السنين يعني زمان كانوا بيجيبوا شيد جايد زي بتاع فيها كازالون كتالوج فيه كازالون ويبدأوا يختاروا هنا ده بتكت زرار واحدة بنقدر ناخد اللون بأكيرسي عالية جدا بدقة عالية جدا عشان ناخد ناخد التجان وستان ما بين الأسنان بتاعتنا زي ما حضرك شايف اللي تحت دي شاشة بتقولك إن التلت الأولاني من السنة لونه كذا وتلت التاني لونه كذا وتلت التالت لونه كذا فعلما تخش المعمل ويتعمل لها ديزاين يبدأ يتعمل لها بلوكات مخصوصة بالألوان اللي هي طالع عندنا في المكانة دي دي لاتست تكنولوجي دي لاتست تكنولوجي رائع جدا إن انت يعني مش بتسيب بقى العين ينقق احنا ما بتبصش على يعني مش العين بس اللي بتشوف يعني عينك بتاخد مرة الجهاز بياخد مرة بدون ما يبقى فيه مؤسرات خلي بقى لك الضوء مثلا لو الضوء مش أبيض ناصع في صفار شوية هيبوز لك اللون انت بتختاره الجهاز ده بيضمن لك 100% إن اللون انت بتختاره بصبوت سؤالي بقى الإجراءات اللي قبل الزراعة وبعد الزراعة ومهم حاجة تحضير الشغل اه انا دا قلية جملة هدهيمة انا اللي مقلف اهم من الشغل لزبط الشغل هو دا سنة 98 اول مرة قلفت الجملة دي فعلا مكانش لسه حده قالها خالص اهم من الشغل لزبط الشغل هو دا ماشي عشان نوزبط الشغل مش لازم لازم الاول ننور نور القوضة الضلمة احنا اللي قد تدخلين القوضة الضلمة مش هينفع نقعد عالكورسي من غير ما ننور النور بننور النور عن طريق التشخيص التشخيص دا بيتعامل عن طريق الأشعة المقطعية سلسلات الأبعاد ايه اللي هي الأشعة المقطعية سلسلات الأبعاد دي الأشعة اللي بتقطع لنا عظم الفك والأسنان للترنشات صغيرة نقدر نشخصها نعرف طول وعرض وصمك وكسبة العظم عاملين ازاي فنقدر نختار الزراعية بطريقة مصبوطة نقدر لو احنا دا في حالة الزراعة نقدر لو فيه اي مشكلة في اي سنة حتى لو تساوي الصغير نقدر نشوفه كويس نقدر لو فيه أعصاب نعرف هي ماشية ازاي فنقدر نمشي بطريقة مصبوطة فطبعا يعني اهم حاجة ان احنا نشخص صح وبعد كده بعد ما احنا شفنا عرفنا اطولنا وصمكنا والكسافة بتاعتنا نبدأ نختار الزراعات بشكل مصبوط ونبدأ يمشي البروزيس بتاعنا ودلوقتي بقى فيه تكنيكس ان احنا ما بنفتحش فتح جراحي بدون خياطة بدون اي حاجة من الحاجات دي اما نقطة بالليزر او عن طريق حاجة اسمها بانش بتخرم لنا خرم صغير بنعمل منها العملية كلها ده من ضمن الحاجات المهمة جدا هرجع تاني بقى لانحصار العظم خلي بارك يا دكتور ايمان في النقطة اللي فاتت كل ما بنقل التروما كل ما بنقل للشغل كل ما الواجع والالتهابات تقل بقى اي اجراء انحصار العظم دي هي حاجة مزعجة اوه اوه طبعا وفيه ناس كتير بتخلع سنانها وتسيب المنطقة دي كنبيل الموقوطة احنا مجرد ما خلعنا ومعوضناش ايه اللي بيحصل مش بس العظم بتاعنا بيكش بيبدأ سبحان الله السنان بتاعتنا في حالة حركة كل واحدة سندل لجنبها وسندل لقصدها مجرد ما بداخل عدرس بتبدأ السنان دي تميل عشان خاطر بتعوض المنطقة المفقودة بتبدأ السنان اللي قصدها تطول زي ما احنا شايفين في الفيديو ده الفيديو ده مهمة اوي مهمة جدا لان هو بيبين للناس قد ايه مشكلة ان انت متعوضش السنانك المفقودة انت كده بتبوز بققى كله اه مس خلعنا وسبنا تطنشنا دي الدروس بدأت تميل في الحتة الفضلة ده بيحصل فعلا ده بيحصل فعلا وعندنا مشاكل كتير بتحصل ده يجي مثلا بالمنظر ده يقول لي ازرع نبدأ نوسع سنة عشان نحط الزراعية تلاقي الدرس اللي قصاده طول فتلاقي مشاكل كتير وخصوصا ان ده بيخلي الجدور بتاعتها تتكشف اللي بيبوز السنان اللي حقاليها بعد كده ويبوز لك مفاصل الفك بعد كده لان انت بتاكل بطريقة مش مزبوطة ما هي زي المفاصلات بالبلد دي انت محمل بطريقة مش ستاتيك مش ماشي بطريقة مزبوطة محمل ناحية اكتر من ناحية بتبدأ تبوز المفصل بتاعك زي ما احنا شايفين هنا شايف سمك العب مقل ده نتيجة انه هو كش عشان خلع وما عوضش كل دي مشاكل بتبدأ تواجهنا نتيجة ان احنا ما نعوضش الاسنان المفقودة بتاعتنا مفصل مشاكل في المفصل دي بتبقى فمنتها الخطورة على فكرة يا دكتور ايمان يعني تحت انت هتقول درس باز فيه مشكلة يعني بالنسبة لي الدرس زي الدراع بس فيه ناس ما عندهاش هزي الأهمية مفصل فك لو باز منخش في عمليات كبيرة جدا عشان خواطر هو ببلغوا ظروف تقطع وحصل انه ظلاج غضروفي من ظلاج غضروفي فبنبدأ نخش في مشاكل اكبر كتير من انه هو درس نعوضه فانتها ليه بتستنى كل ده مفصل فك فيه غضروف هو ببلغوا ظلاج غضروفي هنا طبعا الحلول ايه طيب يعني هلوقتي انا خلاص مفيش عظم هزرع عظم احنا احنا طبعا يما احنا بنزرع العظم تمام يما لو احنا عندنا العصب بتاعنا طالب ما هي بتبقى على حسب المنطقة عندنا ناحية الجيوب الأنفية العظم تآكل لدرجة انه ما بقاش موجود تمام فانت عندك الجيوب الأنفية لازم ترفعها فبنرفعها ونحط عظم تحتها نسيبه شوية عشان نعرف نحط فيه الزراعات بعد كده يعني بنعمل البيز اللي هنحط فيه عندنا العمارة تمام لو تحت عندي مثلا عصب الفك قريب بننقله ونزرع عظم حواليه ونحط الزراعات بتاعتنا منطقة تانية بنزرع العظم على طول وبعد كده نحط الزراعات عندي مريض عنده مشكلة في شكل سناني واحد فلنفرض انهما ثلاثة واحد تقوله انه هعمل لك تنظيف وطبيط واحد طبيط بس واحد ثلاث تقوله لا ده لازم اعمل لك فينير من ياخد ايه هقول لحضرعك حاجة احنا عايزين نوصل لايه في الاخر شكل حلو شكل حلو ايه هو الشكل الحلو سنان مرصوصة لونها كويس نسبة اللاسة اللي بتبان في الدحكة كويسة اللي هي الايدال بتاعها من 0.3 من 0 ل3 مليمتر من 0 ل3 ملي تمام ده اللي احنا عايزين نوصل له هنا احنا المريض الفوق هو نفس السنان حضرعك لو بسيت مفيش تعديل كتير في السنان وهي كتت مبسوطة بعوجة السنة لناحية الشمال الفوق دي شايفة عدوك؟ هي مبسوطة بيها تمام وجميلة هي عايزة تنظف وتعمل شوية تبيض ده اللي احنا عملناها لها هي القمر بقت زي الفل من غير قصص كتيرة ماشي في حد تاني ممكن يبعنده سبيسيس عنده مسافات بين السنان مثلا فراغات 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 دي اما هنمشي في سكة التقويم لو ينفعلوا تقويم او لو الفراغات دي كبيرة شوية هنقدر نخش في قصة الفينيرز اللي هي القشرة التجميلية بدون برد جامد في السنان بدون هو يدوبك تحضير خفيف قوي نبدأ ناخد مقاسات نعمل ديزاين للأسنان دي من أول وجديد بشكل يليق عليه ويليق على شكله وعلى لونه ولون عينيه والكلام ده كله ونبدأ نصمم له عدسات صغيرة او حاجات زي القشرة بتبدأ تترسع السنان كلها هتدينا صفة السنان الحلوة اللي احنا بنشوفها دي فاحنا هي الفكرة كلها احنا عادينا نوصل لإيه شكل السنان حلو فممكن نوصله بالطبيض بالتنظيف بفينيرز بتقويم ممكن بعندي دحكة لاسوية دحكة لاسوية دي لو هي صغيرة نقدر ننشيلها بالليزر او لو مش صغيرة بنقدر نعمل حاجة اسمها ليه بريبوزيشن ان احنا بدنقل فتحة الشفة بتاعتها عشان خاطر لما تدحك الشفة ما تترفعش الرفع اللي باين لنا اللاسا دي كلها ودي عمليات كلها سهل يعني دي ربع ساعة مسلا فالدنيا دلوقتي مفيش خط ثابت احنا بنمشي عليه وخلاص لأ احنا على حسب كل كيس بنبدأ نطور ونبدأ نشوف ايه الاحسن لها عشان خاطر نمشي عليه فيه سؤال بقى اللي عايزك تديله حقه قويب راح تقلط في الوقت انا معيك اشرحولنا لانه وانواع الماتيريال دي خناء طبعا طبعا زركونيا ولا ايه ماكس ولا برسولين ولا انا هقول لحضرك على حاجة دلوقتي الدنيا بقى فيها تطورات كتير جدا خلينا الخناء ما بين الزركون وال ايه ماكس خليها على جنب شوية نهدي لحضرك الحاجات الاحدث من كده اللي بتفيدنا في الزراعة البيك والتيتانيوم ماش والحاجات دي كلها دي هي ده اللي تست دلوقتي انا واحد كبير في السن خلع سناني بقى لي فترة طويلة جدا العضم تآكل في حاجة اسمها vertical dimension لها المسافة من هنا لهنا لو انا عملتله السنان لو ادي عضم تآكل بشكل كبير السنان لو عملتها يبقى حجمها كبير جدا ووزن الزركون عشان خاطر يتحطى على الزراعات لو انا زرع له الفك كله فوق زرع الفك تحت بعد ما فقد العضم هيبقى وزنها تقيل جدا على الزراعات فبنبدأ نخش دلوقتي على حاجة اسمها peak والتايتينيوم ماش ايه دول عبارة ايه بنعمل شاسي معمول من مادة اسمها peak الشاسي ده بيبقى طالع منه صوابع صوابع دي بيبقى دي مرحلة من مراحل المقاسات اللي هي عشان خاطر تبقى بعد كده تطربت بمصمار بيبقى طالع منه صوابع 14 عاكي انها 14 سنة ودرس مبرودين وبعد كده يركب عليهم الزركون فالسنان تبقى حجمها صغير ونبدأ نجمل اللاسة الكلام ده كله بياخد الوان معينة دي كلاسة طبيعية فانت كده عوضت الvertecal dimension بوزنة خفيف بشكل سنان حلو وشكل سنان طبيعي ده وضع الpeak وضع التايتينيوم هم اللي اتنين هم بيقوموا بالشكل ده زي ما حدوك شايف هنا هتلاقي أخرام أماكن المصامير اللي بتطربت في الزراعات انت هنا عملت التركيبة ده الشاسية بتاعها اللي هو بيركب عليه بعد كده سنين وبعد كده يتكس يتكس اللاسة بتايتنا بشكل حلو ودي الأماكن المصامير اللي بتطربت في الزراعات اللي احنا مثبت لها فبق المريد سؤالي هل المريد يشغل دماغه بالفرقات بين المواد ومهم جدا انه يفه يفه لازم تعرف انت اللي موجود فوقك ولازم تعرف مدى قوة اللي انت حطه ده كسترانس يستحمل المضغ بتاعك كوزن على الزراعات اللي انت حطتها يعني انا للوقت لو حملت أوزان زيادة على زراعات ما ايه اللي هيحصل نفس فكرة الأمورة انا عملت أمورة 20 دور والأساسات بتاعتها 5 دور تستحمل 5 دور ايه اللي هيحصل هتنهار نفس الكس فاحنا عايزين أوزان خفيفة عشان الزراعات بتاعتنا تعيش طول حياتك فكل ما احنا عايزين نعوض مسافة كبيرة بنستخدم بقى البيك والتيتانيوم والكلام ده كله عشان نعمل الشاسي اللي فيه السنين اللي هو وزنه خفيف جدا تمام أقل من وزن انه هو يبقى كلها زركون وبتدينا صلابة عالية جدا هنا في الحالة دي الحالة دي حلوة جدا حالة دي احنا هنا زراعنا الزراعات بتاعتنا من غير فتح جراحي خالص ودي كانت immediate 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 implant immediate loading احنا فتحنا كل ده يعني اللي فوق ده ده بعد العملية على طول وتحت ده بعد ديها باربع خمسة ايام بقى الراجل باثنين وكملة بس هنا مش اي حد ينفع يتعمله زراعات فورية لازم عندي الميديا او المكان المهيئ ان احنا نزرع زراعات دي عندي عظم كويس عندي صحة كويسة عظم كويسة يعني عظم كويسة يعني طول وعرض وصمك وكسافة صحة كويسة لو عنده سكر يبقى كنترولد لو عنده اي امراض مزمدة هتبقى معمول لها سيطرة كويسة وبقى ماشي بسنانه والراجل مبسوط والدنيا زي الفل اللاسة اللي تحت دي دي لاسة صناعية اه معمولة على بيك بقينة هي بطبيعية جامدة جدا سنان زي الفل مرصوصة نفس اللون الطبيعي نفس الشكل بتاع لونه هو الطبيعي بالزبط كده دي نقطة مهمة جدا ما جيبش حد قصمر قوي اعملو سنان فتحة قوي ومعملوش لسة مش مطابقة اللون لسة ومعملش لسة مش مطابقة اللون لسة بتاع عشان انتو ماشيين مع بعض ده في حوالي 38 درجة لون بتدخلط عشان خاطر تدينا اللاسة بتاعتنا دي 38 درجة 38 لون فيهم أصفرات وبمبات وأزرقات ورماضي وموف فيه ألوان بدرجاتها كلها يعني البمبة حتى ليه مثلا فيه عشر ألوان بمبة اه طبعا البنات عارفين الكلام ده اه هم عارفين اه ده البن تلات ده سيمون ده بالزبط بربون ده لالو كمون احنا بالنسبة للأحمر نورته أبدعت طريق درجة درجة العزيز واحد منكم حلام الأسنان طبعا دكتور كريم مكادي استشارت زراعة وتجميل الفم والأسنان وزميل كلية الجراحين الملكية رضو الجنجرس الأمريكي لزراعة الأسنان كان مبدعا في حواره في الدكتور في الفين واحد وعشرين او اثنين وعشرين هل ممكن انه يوجد في مكان في العالم في مصر الصاحبة التقدم والريادة في عالم طب الأسنان اسمه ان حد كده مش دكتور يبقى فني ولا اي حاجة او هاوي يبقى ماشي بشنطة مع تركيبات جهزة يخرملك بشنيور ويركيبلك سنة كده في مكان ما تحت اي ظرف من الظروف يا اخي لو ما عادش فلوس خالص كلية الجامعات فيها فيها لنها في سوبرفجن عالم اه طبعا من اعلى الكفاءات جدا 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 الدكتور المصري ما فيه زيه فيه زيه حتى الشباب يعني مش شرط يكون كبير وخبرة لا ممكن يكون شاب لسه بس عنده الخبرة وعنده سوبرفجن هيكون عنده الانفكشن كنترول المكان دي فيه مش تقعد في مولد ولا تقعد في حتة ولا تقعد في تجمع تعمل حاجة زي دي ما نفعش خليكم مع الدكتور